مزايا البطاقة الفرصة أريد أن أكرمكم اليوم يا شباب عن مزايا البطاقة الفرصة وماذا هي التي تقدمه لك لكي تفعل أنك لو حبيب تقدم عليها تعرف أنك ستستفيد منها كيف هذه معلومة لازم تعرفها قبل أن تعمل أي شيء لكي تعرف أنها ستقدم لك وإنك جاء عليها وإنه نظامها بالضبط كل ذلك نحن تكلمنا عليه قبل كده في الوديوهات ولكن أريد أن أوضح بشكل نذيذ مزايا البطاقة الفرصة في كامس نار رئيسية والكل يتفرج عليها في الحلقة هناك حلقة أتكلمت فيها عن معلومات مهمة عن بطاقة الفرصة ستبدأني مع الحلقة ديك من أهم الحلقات في الخبر الجميل الذي كان قبليها عن أن بطاقة الفرصة تنفع تقدم عليها بالبار تايم جوب ليس حساب مغلق لا كمان ممكن تثبت أنك معاك دوام جوزي هنا في ألمانيا عمل 20 ساعة في الأسبوع وده يوفر لك فلوس هنا تقدر بها تتصرف على نفسك ليس محتاج أنك تعمل حساب مغلق بـ 12 ألف وشوية لمدة سنة هذا ليس محتاج تعمله هذا معنومة أنا أيضا أرتاح في حالة سابقة تعانوا بقى نخش عن مزايا بتاعة الفرصة أولا حاجة أنها طريق سريع بتخش بيها ألمانيا وما فيهوش أي تعقيدات كبيرة عشانا إحنا في شروط الفيزيات بتاعة العمل وفيزيات بتاعة الدراسة وفيزيات بتاعة الـ الأوز بيلدونج وغيرها من أنواع التأشيرات كل واحد إليها شروطها بتبسعت فيه شروط كثيرة جدا وتعجزية لكن شروط البطاعة الفرصة سهلة مش تعجزية قوي زي شروط فيزيات العمل على الأقل أو فيزيات بحث عن عمل القديمة كان زمان تبحث عن عمل 6 شهور وبعد 6 شهور تخلع على طول وتروح بلدك لو ملاتش الشهور وتقدم راونه جديد لو عايز تيجي تاني ألمانيا مينفعش أبدا في أي حالة من أحوال أنك تمدد الـ 6 شهور دولا كان بتيجي طبعا أي شخص يبحث عن عمل في ألمانيا أنه هو يقع تحت استرس كبير ضغط كبير جدا أنه مش لاقي وظيفة في 6 شهور فيضطر أنه بعد أن يكون صرف تقريبا خمس تلاف وشوية يرجع تاني مصر أو يرجع تاني بلده من غير ملاء الشهور من غير ملاء الهدف اللي هو جاي عشانه حاجة بتبقى يعني محبطة جدا 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 وحصلت أكيد مع الناس لكن دلوقتي بيبطأت الفرصة ما بقاش في الموضوع كده ما بقاش في الموضوع أسهل بكتير ممكن تيجي ألمانيا تقول لك سنة تدور على شغل ما لقيتش شغل في السنة ديت تجد إقامتك سنة كمان ما لقيتش كمان شغل في السنة التانية ممكن ممكن يمدولك كمان سنة ثالثة فده بيديك شوية فليكسابلتي ومرونة انك انت تيجي هنا ألمانيا وتلاقي شغل وتستكر فأول حاجة هي ميزة انك انت مش محتاج على الأقل تثبت انك انت معاك عقد عمل في ألمانيا بدوام كامل ودائم مش محتاج انك تثبت معاك عقد عمل خالص قبل ما تقدم على الجيء على الفيزا غير العقد العمل بتاع البار تايم انت بس هتثبت انك انت وانت قاعد في ألمانيا بدوام شغل معاك وظيفة تصرف بيها على نفسك وده بيسهل عليك شوية الإجراءات بيسهل عليك انك انت مش لازم يتجيب عقد عمل من شركة بدوام كامل بشكل نهائي ده كله بياخد وقت وتفحص كتير البحث دوت هتعمله وانت في ألمانيا ويفضل برضو تبدأ فيه قبل ما تيجي عشان تاخد فكرة عن المجال بتاعك وتخصص بتاعك قبل ما تيجي ألمانيا انظامه وتقدم عليه في شركات ايه وفي أماكن ايه وتفاصيل الشغلانات ايه بالزبط وطلبين منك ايه هل فيه مهارات معينة لازم تكون عندك عشان تقدر تشتغل في المجالات ديه كل ده لازم تبحث فيه نصيحة مني قبل ما تيجي عشان توفر وقت ومجهود ما تجيش اينا توقع تشتغل شغلانة بارتايم دوام جزئي والشغلانة ديه تبقى 20 ساعة في الأسبوع ممكن تكون شغلانة شقة شوية وتشتغل في مستوضع تحط وتشيل كتب مثلا على سبيل المثال او تبقى شغلانة في مطعم شغلانة مؤقتة فبدل ما تعد تصرف وتشتغل وتصرف وتشتغل وفي ألمانيا ومش في مجالك وبتبقى عن مجالك أكثر وكتر تبقى الأفضل انك انت مجمع معلومات حلوة قبل ما تيجي وزي ما قلنا بطاقة الفرصة بتديك سنة كاملة انك انت تبحث فيها عن شغل في أول مرة بتيجي هنا وأول إقامة بتيجي هنا تاخدها في ألمانيا وكمان بإضافة انك انت 20 ساعة في الأسبوع تقدر تشتغلهم تصريح العمل بيطلع لك بكلا تقدر تشتغل كمان في كل الشركة ممكن تشتغل عندها يعني انا مثلا وظيفة مهندس كهربا وبقدم على الشركات كمهندس بالكهربا ان انا اخد بقى عقدة معاهم دائم بدوام كامل ممكن يجربوني اسبوعين اسمها تست جوبز يعني بتبقى انك تشتغل اسبوعين مع الشركة معينة يختبروك فيها ويشوفوا هل فعلا انك انت فيك بوتانشل انك انت تشتغل معاهم ولا لا فدي اوبشن جميل جدا انك انت تقعد تجرب مع شركات لحد واحدة فيهم تثبط معاك وتكمل معاها دي كان يعتبر احنا غطين اول ميزة في كيابتال فرصة ان الموضوع بقى بيسوف كيك سهل جدا انك تجيجي ألمانيا تاني ميزة انك انت ممكن تبقى في الطريق انك تقعد في ألمانيا بشكل دائم مش بس انك تتخلص وظيفتك وتخلع او يقولك خلاص كده انت وظيفتك خلصت يبقى اقامتك خلصت معاها وباي باي لا مش الوضع دا مش كده في ألمانيا الوضع يا صديقي انك بتيجي بتبحث عن عمل بعد ما بتبحث عن عمل بتلاقي وظيفة في مجالك بالدوام كامل وظيفة اللي في مجالك ديت بتؤهلك انك تاخد اقامة عمل عدية او تاخد اقامة بلو كارد سواء دي او سواء دي انت ماشي في الطريق للجنسية وماشي في الطريق لو انت مش حاوي بالجنسية تاخد الاقامة دايمة فسواء جنسية او سواء اقامة دايمة اللي اتنين اسمهم هقاعد في ألمانيا بقيت عمري فهي بتوفر لك هوت الطريق انك تقيم بشكل دايم في ألمانيا سواء معك جنسية او معك اقامة دايمة وكتلا غطينا ميزة رقم اثنين الميزة رقم ثلاثة اكيد اي شخص فينا بيحب الاستقرار والاستقرار جزء منه استقرار مادي الوظائف في ألمانيا ليه حد ادنى للمرتبات وعشان انت تشتغل حتى في مجالك هلا في ألمانيا بتاخد رقم هيعيشك مرتاح مش هنقول انك انت هتحوش مش هنقول انك انت هتتركن فلوس جمدة قوي على الجنب وتبقى يعني تعرف تعمل بها حاجة او كده لا هلا في ألمانيا معظم الناس حتى مهندسين ممكن الاطباق ممكن غيرهم غيرهم من الوظائف اللي بتابط كويس المعلمين مثلا المحامين كلهم بيبعد كويس في ألمانيا بيعرفوا يوفر جزء بسيط من المرتبة هم مش جزء كبير فوظائف اللي هي الـ average salary اللي هي بتاخد مثلا نفترض الفين ونص صافي في ألمانيا دي اعتبار المتوسط الفين ونص صافي في ألمانيا المرتبات الوظائف من النوع هتعيشك كويس هتعيشك كويس انت وأسرتك بس هي على الأرض اللي عيشت طيبة مش هتعرف تحوش حاجة على جنب للأسف بس على الأقل انت عندك استقرار مادي في فلوس جايلك باليورو آخر الشهر تقدر تصرف على نفسك السكند مصاريف الشخصية حابة حبشتكينات من السيم كارد والحاجات ديت فديت ميزة كبيرة جدا استقرار مادي في حياتك وحتى وانت بتدور على شغل لما بتيجي هنا ألمانيا زي ما قلنا ان في بار تايم جوب دوام جوزئي انت بتقدر انك انت تشتغلها 20 ساعة في الأسبوع وبتوفر لك كام متوسط صافي بعد الخصومات 900 يورو ف900 يورو لو شرنا منهم السكن ان انت هتبقى قاعد مثلا في فيجي او في لاتشير او سكن مشترك بينك وبين أشخاص في نفس البيت تدفع لك مثلا 350 يورو زود عليهم أكل وشرب في المتوسط 200-250 يورو يعني بنتكلم الآن في 600 يورو زود عليهم حابشتكينات تانية 100 يورو صرفت حاجات جانبية 200 يورو يعم ادي 800 يورو يبقى بقي لك حاجة بسيطة جدا من مرتب البار تايم فده أثناء فترة التدوير على الشغل برضو حياتك فيها استكرار مادي نسبيا لحد ما تشتغل شغلانة ان يبدأ عام كامل وبعدها انت بتدفع بقى درايب وبتدفع بقى قصص وحورات من الشغلانة ديت فساعتها المانيا هتحبك قوي وهتقعدك فيها ساعتها انت هيبقى مستقبلك في المانيا حلو ان شاء الله وهتكمل وهتاخد الجنسية والقامل دائما رابع ميزة هي انك انت بتاخد تصريح عمل في المانيا هنا على حسب مدة العائد اللي انت هتاخده بعد ان ما بتيجي تبحث عن عمل انا لقيت عائد بدوام كامل باخد وارك بيرميت ثلاث سنين لو انا اخذت عائد بس مدته سنة يبقى هيعودوا يجددوا لي سنة بسنة بسنة على حسب مدة العائد لو انت عائد بدوام كامل ودائم يبقى هتاخد اقامة ثلاث سنين عائد مش دائم محدد سنة مثلا يبقى هتاخد على عد مدة العائد فده برضو ميزة رابعة انك انت بتاخد تصريح عمل هنا شرعي كل حاجة قانونية فانمانيا تدار تشتغل بها مفيش مشكلة وخامس واحدة انا يعتبر كلمت عليها قبل كده خامس ميزة انك انت بتاخد اقامة ينفع انك انت تمدها الاقامة ان احنا قلناها بتاعت البحث عن عمل سنة وتنفع انك تمدها سنة وتمدها سنة بعديها كمان عشان تدار انك انت في ثلاث سنين دول تبحث عن وظيفة وتلاقي وظيفة في مجالك وقبل ما تنتهي اول اقامة لك لازم تكون مقدمة على الاقامة اللي بعديها عشان نوفاتك المعاد تقديد الاقامة يبقى ساعتها انت قاعد في المانيا بشكل غير شرعي ودي تبقى في الحالة دي مشكلة هل يبقى لك من النقطة دي كويس وانت بتقدم على الاقامات ان انت تبقى واخد معاد قبل ايها وفترة عشان تقدم على الاقامة اللي بعديها تمد الاقامة يعني بمعنى صح حبيت بس اقول لكم في فيديو رات شوية ميزات عن بطاعة الفرصة ممكن ما تكونش سمعتها في الفيديوات قبل كده كنت استفدتم منها وان شاء الله هبلغكم بكل الاخبار اللي بتنزل على مواقع السفرات وحتى على مواقع الالمانية للبحث عن عملها كل التوفيه ونجاح لكم بإذن الله فيما هو قادم في التقديمات على بطاعة الفرصة وعلى اي تأشير هنا للمانيا عندي في القناة مواضيع كتير عن المانيا ممكن تاخد لفة وتاخد فكرة عن كل موضوع كل تأشيرة وكل طريق ممكن تجيب الى المانيا تمنى ان يكون الفيديو عجبكم ولو متوصلت معي الحدة دي ما تنساش بالدعم الجميل بتاعك باللايك المتين اشتراك في القناة وعند زر التنبيهات عشان نوصلك دايما كل جديد بينزل دايما فأمان وسعادة وكل التوفيه ونجاح سلام اجمال الناس اشتركوا في القناة